اشتركوا في القناة وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حل لهم أن الرجل يجامع زوجته في ليلة الصيام بالليل وليس بالنهار طيب هنا سؤالي شوف شين السبب النزول هذا في تفسير ابن كثير للبقرة 187 هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ليش ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحله الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة يعني من ساعة ونص من آذان المغرب إلى آذان العشاء ساعة ونص فقط تأكل وتشرب فقط إذا فاتت صلاة العشاء بعد لا تأكل وتشرب إلا اليوم الوراه هذه بداية الإسلام فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة يعني ما قدروا يتحملون والرفوث هنا هو الجماع قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخرساني ومقاتل ابن حيان فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نساءكم إلى قوله وكله واجربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ففرحوا بها فرحا شديدا ولفظ البخاري إلى حديثها هنا عن طريق أبي إسحاق في صائع البخاري قال سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ما يقربون النساء وكان رجال يخونون أنفسهم يعني شي سأول يرحون لا ينامون وإنس وانوا ما يلتزمون بالآية فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فهنا السؤال أخوي هل هذا الإله ما يفتهم أن الناس ما تتحمل فقط ساعة ونص أكلوا شرب ونكاح ماكو شهر كامل بعدين شاف الناس ما تتحمل بدل الآية قال هل سأحل لكم هل هذا الكلام من الله هل هذا القرآن من الله بهكذا أخطأ هل الله ما يفهم أن الناس فقط ساعة ونص من المغرب للعشاء ساعة ونص تأكل وتشرب الناس ما تتحمل لازم الليل كل يأكلون بعدين الليل شافهم ما تحملوا حل لهم الأكل للفجر من الخيط البيض والخيط الاسود إلى الفجر زيان ليش ما من البداية حل لهم النكاح بالليل والأكل والشرب وحد الفجر ليش لما ليش خل الناس فقط ساعة ونص يأكلون والنكاح ماكو شهر كامل هذا هذا رب هل الله ما يفهم هل الله ما يعرف أن الناس ما تتحمل وما ضيق هذه الأمور كيف يكون هذا رب أخوي هل هذا القرآن من الله فضل أنا اسم حسين كنت مسلم وتركت الإسلام وصرت مسيحي بسبب هاي الأخطاء أريدك أرجوك أنا ما أريدك أسمع 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 أنا اسمعتك شكرا إلك وأنت على رأسي أخوي ومحترم لأنك سمعته وخليه تكمل كلامي أشكرك نعم أسمعك طبعا أنت هل تحكي معي في موضوع الدين أنا بالنسبة لموضوع الدين ما بتدخل فيه نهائيا هذا البرنامج أنا طالع أتسلب فيه وأتعرف عن الناس الطيبين وأنت طيب فإذا أنت دخلت معي في هذا المجال أنت حر تترك الإسلام وتدخل لغير الدين هذا شيء برجع لك أنا ما بتدخل فيك نهائيا لكن أنا بدي منك شغلي نعم اليوم الإسلام والدين رب العالمين أنعموا علينا ما أنت ما أنت اللي بتحسن تحدد الأخطاء أو أنت بتقيم خطأ رب العالمين هذا القرآن لو أني لو كان لو كان لو كان القرآن فيه كلام ما ومزبوط كان من أساس ما نزل بس كان من أساس رب العالمين ما ختم ما ختم سيدنا محمد خاتم الأنبياء وما كان نزل المصحف الكريم آخر كتب كان فيه قبله طورات وإنجيل وتابوت صحيح الكلام آخر شيء الكتاب قرآن الكريم يعني هذا الكتاب الصحيح أنا أقول لك شغلة أنا أقول لك شغلة شوف ودين دين 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 الإسلام دين دين معاملي تعرف أنا شغلة خلي اسمح لي بكلمة تمام أخوي أجابك على هذا ما جاوةني لا أنا أؤمن برب العالمين وأصدق برب العالمين لكن هذا القرآن وهذا الدين الإسلامي ليس من الله وليس من رب العالمين هذا التأليف محمد تعرف إيش معناتها أنت قل لي هل الله ما يعرف الناس ما تتحمل ليش ما من البداية حللهم بس اسمح سؤالي ليش ما من البداية حللهم من الكرح ليش أنت تأخذ فقرة وحدي أنت اليوم زلك ناقش في أمور الدين مو مني يعني أنا ها تطلع تطلع مع غيري لا مو فقرة وحدي هاي نقطة لا تناقش فقرة طيب هاي نقطة تثبتني أنه على القرآن بس اسمعني اسمعني أنا سمعتك هاي نقطة أنت طلعت خارج نقطة البحث هاي النقطة تثبت أنه الإسلام يعني أنا هادا صبر لي بالبداية بالبداية كان كلامك مصبوط بعدين صار كلامك مو مصبوط صحيح لا إنت اليوم إذا لك تناقش إنت اليوم إذا لك تناقش إنسان لا تناقشه في نقطة وحدة يعني هلا أنا بزل مسأل رجلة عندك أنت عم تقول لي أنا طلعت من دين الإسلام طيب إيش ما عندك كلمة أشهد ولا إله إلا الله وأشهد أنه محمد الرسول الله إنت شلون تشهد إنه هذا القرآن من الله وبيه خطأ فاضح على الله ما يعلم الغيب ما يعرف الناس ما بتحمل طيب يا أخي أصلك سؤال طيب إنت دارس أنا صف أنا دارس عند جاي أدرس لحد هسان أنا داخل بكل بكل يا هسان طيب إنت عندك فكرة عن جميع التفاسير أي عن جميع التفاسير وعن جميع القرآن حافظون القرآن كريم كله أنت حافظ هو كثير منه نعم حافظون كله حافظون تفاسيره نعم قاري تفاسيره قاري طبري ابني كثير الرازي قاري قاري نعم أنت على علي وروسي أنت أين دين رحت أنا صلت مسيحي مسيحي شو حافظون عن المسيح أنت حافظ دارس وجاي أدرس كلية بالمسيح همين جاي أدرس أيضا لحد الآن بالمسيحية جاي أدرس تمام أجب لك فقط صغيرة بس المسيح عندهم صيام يعدهم صيام شو هو صيام المسيح لو المجد قال متى صمتم فالمسيحيين محددين أكو صيام قبل عيد القيامة أكو صوم خمسين يوم بس هذا الصيام من الصباح اختياري موجباري أوكي فأنت تقرر مثلا أكمل كلام أنا وصلت للفكرة طيب اسمعني أنت ليش ما تخلينا حكي أنت ليش ما تخلينا حكي أنا أبدي أبدأ في قرير يعني أني أعظم موجود عندهم أنا أفسرك سمين أني معناته موجود عندهم صيام لا الصيام المسيحي يختلف عن الصيام الإسلامي احنا الصيام المسيحي بس يسبر لي أرجوك أنا عارب طيب افهم مني يارجل يفهم مني بس يسمعني أرجوك أنا اليوم اقول يا رب انا اصوم ما رد اكل لحم لمدة خمسين يوم يا رب انا اليوم صمت ما رد اكل هيك مو صيامي يعني قطعي او جباري او انه اذا تريد الصوم الصوم تام هذا مخصص اليك بس احنا ما عدنا جبار لكن هنا سؤالي الله شون يحرم عليهم النكاح شهر كامل بعدين ما يتحملون يجي يبدل الآية هل الله ما يفهم؟ هل الله ما يعلم؟ طلع 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 لا تطلع عن النص لا اطلع انت بطلع انت بطلع شوف اسمع اسمع انا عبا ناخشق بكل الامور انت بتروح بترجع لنفس الامر نعم ار نفس الامر اريد ابين اريد ابين هذا القرآن انا عبا ناخشق بموضوع الصيام تمام اخوي اريد ابين انه هذا القرآن مش فيه محمل اش فائدت الصيام اش فائدت الصيام الصوم نعم الصوم بالمسيح ان كان بالمسيح والكان بالمسيح والكان بالاسلام الصوم باليس لا أنا قلت لك شو فايت فايت أنه النبي قال أنا قلت لك في صحيح البخاري النبي راح لليهود قالوا ماذا تساون قالوا نحن الصوم قالوا نصومون قالوا نصوم باليوم الذي نجى الله به موسى من فرعون فقالهم والله أنا أحق بكم من موسى فقالهم فأمر بالصيام فأنت الصوم عندك هو النبي غار من اليهود نبي غار من اليهود وشرع الصوم لا هرب نبي الإسلام غار من اليهود وسرق الصوم من اليهود وغار منهم لأن شاف اليهود يصومون